السلام عليكم شباب شلونكم إن شاء الله زينين وبهذا الفيديو إن شاء الله راح أقرأ لكم قصة الملك العراقي الذي كان سبب من أسباب صنع النعالات نعم عزيزي نصنع النعالات يعني مثل ما تعرفون أنه أول واحد صنع النعالات هو ملك عراقي تمام صنع أول نعال النعالاتي اللي نحن نلبس حاليا بس لكم التفاصيل كامل اشتركوا بقناتي ونطبعوا لا يكون فعلوا جرس الإشعارات طبعا هذا الملك العراقي بوقتها يعني كان يحكم كان عنده دولة قوية وكلش بالعراق يعني كان يحكم أراضي واسعة جدا وقبل كان ما كون العالات مثل ما تعرفون كان يتمشى بالشارع هو كان ما كوش عارق أصلا كان يتمشى ورجلية قامت توجع وأصدر قرار يعني بداية القصة حتى بداية يعني شو وقت يعني فكر بصناعة النعالات اش قال أصدر قرار ورجلية قامت توجع تعفون حصوا رموا التراب وضاج قال خل نفرش العراق خل نفرش العراق جلد حتى ما نمشى ما نتعذى يعني أفراش جلد جلد طبيعي بالقاع حتى ما نمشى ما نتعذى بوقتها كان أكون مستشار ذكي طبعا أنا شيت بوقتها أنا مستشار من هذا الملك يعني أنا عبدالله خالد أوساس شنت المستشار الأول لهذا الملك العراقي قلت لي يعني مثل ما تعرفون شن الذكي يعني حدثة ذكي قلت لي أنه طيتها رأي سريد جدا يعني قلت لي حط قطعة جلد جو رجليك ومشي القصة من عندها آني يعني آني 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 أول واحد فكر بصنع النعالات مو الملك بس أنا حطته الملك بالعنوان حتى شنو حتى تفوتون عن العنوان بس أول شخص صنع النعالات هو آني ليش قلت لي آني قلت لملك الملك كان يقول خلن نفرش العراق جلد طبيعي بس بعدين آني قلت لا البس قطعة جلد طبيعي جو رجليك ومشي شراح يصير حيصير عندك نعال أو أول شخص سمى النعال بنعال هو آني آني سميت نعال كان ما أحد يعرف أن العنوان أصلاً كان سأنتر كمشاهد وكل العالم تلبسون ما تلبسون أي شيء تطعون حافيين بس أنا فكرت به السالفة وطبعاً لازم تحطولي تشكروني على هاي السالفة تشتركونا بقناتي وتطعوني لعك وإذا تدون قصص بعد كتبولي بالتحليقات السلام عليكم السلام عليكم شباب شلونكم إن شاء الله زينين وبهذا الفيديو إن شاء الله راح أقرأ لكم قصة الملك العراقي الذي كان سبب مهجة وجرخرية كان سبب من أسباب صنعنا عالقاتنا يسعني على الوقت أهربنا لذا يوجد أهربنا شكراً